مرحباً، مرحباً، بكم على ميوتيوب كنال كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بألف خير أهلا وسهلا فيكم بالدرس لـ 73 من كورس المحادثة باللغة الألمانية درسنا اليوم رح يكون جداً مهم لهذا السبب بنصحكم إنه تجيبوا دفتروا ألم وخلونا نبدأ عبارة أنا أشعر بالملل الشديد باللغة الألمانية منقول ميا إست زو لانكفايلش ميا إست زو لانكفايلش بمعنى أنه أنا كتير زهقانة ميا إست زو لانكفايلش لحتى نقول أنا لا أعرف ماذا أفعل منقول إيش وايس جا نيشت فس إيش مخنزول رددوا معي إيش وايس جا نيشت فس إيش مخنزول كيف منقول أنا أشعر بالملل الشديد لا أعرف ماذا أفعل ممتاز من أول ميا إست زو لانكفايلش إيش وايس جا نيشت فس إيش مخنزول عبارة ماذا لو كيف منقول ماذا لو خرجنا إلى الخارج أو ذهبنا إلى الخارج ممتاز منقول رددوا معي لحتى نقول كلمة بدلا من منستعمل أنشتت تسو مع الإنفينيتيف عنا أنشتت بمعنى بدلا ومنستعمل تسو كحرف جر وبعد يعني اللي بيجي بعد تسو لازم يكون بحالة المصدر يعني بدون أي تغيير نترك الفعل متل مهول بتتذكروا كيف منقول فئة داخل صحيح منقول بمعنى في الداخل طيب هلأ كيف منقول بدلا من الجلوس والا اليوم في الداخل صحيح منقول رددوا معي لحتى نقول يمكننا الاستمتاع بالطبيعة منقول ردوا معي بمعنى اللي نحن فيها نستمتاع بالطبيعة كيف منقول القيام بنوزها او انه نروح نتمشى ممتعز منقول رددوا معي طيب هلأ رح نحاول نركب جملة طويلة مع بعض ولكن اذا حصيتوا انه طبعا حبيرت وقفوا الفيديو وتجاوبوا على راحتكم ما في اي مشكل عنا كيف منقول باللغة الالمانية بغلا من الجلوس في الداخل طوال اليوم يمكننا الاستمتاع بالطبيعة القيام بنوزها او ممارسة الرياضة معكم شوية وقت لحتى تجاوبوا ممتعز فايزان بنوزها بغلا من الجلوس في الداخل طوال اليوم 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 ومعرف كيف يقول البغلا من الجلوس في الداخل طوال اليوم وهنا نستعمل كلمة المانية صحيح من قول رددوا معي كلمة الأعمال المنزلية فعل يؤجل باللغة الألمانية طيب هلأ كيف منقول بدلا من تأجيل الأعمال المنزلية يمكننا القيام بها معا حاولوا جاوبوا ممتع زملول Anstatt die Hausarbeit aufzuschieben könnten wir sie gemeinsam erledigen رددوا معي Anstatt die Hausarbeit aufzuschieben könnten wir sie gemeinsam erledigen وهلأ صار وقت السؤال يلي انتو لازم يتجاوبوا عليه بتعليقات دي سنة اليوم وسؤال اليوم عنا كيف منقول بدلا من الدراسة قمضت هي فترة ما بعد الدهر مع اصدقاؤها طبعا حاولوا تجاوبوا اكتبوا لي الاجابة الصحيحة بالتعليقات وانا رح شوف كلكون شو عم تكتبوا وبهيك بيكون خلص درسنا اليوم اكتبوا لي بالتعليقات عن شو حبين الدرس الجاي يكون هل في مثلا كلمات او اشياء معاية نحبين قلن احكي عنا طبعا هيدا الشي كتير بيسعدني واكيد اذا عجبكم الدرس اليوم ما تنسوا تعملوا لايك تشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس لحتى يصلكم كل شي جديد انا بانزله وبشوفكم بالدرس الجاية تشاو